مسهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة اللي بتكلم فيها عن مباراة الهلال والحزم مباراة رائعة من جهة الحزم وخصوصا حارس المرمى ومباراة أقل من عادية من جهة الهلال مسهم حيهم يا مرحبا مليون اخواني وحبايبي وتاج راسي وبركات الساعات يوم نشوفكم ونتلاقى بكم ما زال قارديم مستمر بالتخبيص من وجهة نظري المتواضعة من أول جولة له في الدوري إلى الآن وما زال البعض يرى أنه مدرب كبير ويستحق أنه ياخذ فرصته كاملة من وجهة نظري المتواضعة أنه الهلال أكبر من قارديم والنفوز اللاعبين أو تعادلهم في جميع الجولات السابقة من اجتهادهم الشخصي وقارديم ما لا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد أما بالنسبة للي يقولون أنه قارديم مدرب كبير ويحتاج فرصة أحترم وجهة نظركم جدا خلنا أعطيه فرصة لنهاية الموسم ونشوف ليش قالوا الكتابين قرأ من عنوانه لأنه خلاص من أول نظرة من أول جولة ثاني جولة ثالث جولة رابع جولة خامس جولة سادس جولة السابع جولة يكفي جدا للحكم وأرى من وجهة نظري المتواضعة أنه قد يكون مدرب الكبير لكن في نادي غير الهلال أما مع الهلال فهو ليس كبير ولا هم يحزنون بل ليس كبير ولا حتى بطيخ ما شفت منه شيء ما أرضاني لكن دائما دائما أقول لا أطالب بإيقالة حد ولا أطالب بتغييره إطلاقا هذا شغل إدارة وهم أدرب اللي قاعدين يسوونه لكن ما قاعد أحس إحساس المدرب الناجح مع قارديم ما لعب بيريرا على أساس أنه بيريرا اشتكى من إصابة في العضلة لاحظت أنه قارديم مع بيريرا منذ قدوم بيريرا إلى المملكة العربية السعودية ما لعب أول مبارا في ثاني مبارا لعب عشر دقايق في ثالث مبارا لعب نص ساعة الآن ريحة وكأننا دافعين في بيريرا عشر تلاف ريال وليس ملايين الريالات ليحقق الفوز وليقدم مستوى والأهم من هذا كله ليمتع الجماهير ما عرف رايكم اكتبوا لي رايكم في تعليقات أسفل الفيديو عن بيريرا مع نادي الهلال هل تشوفون أنه فعلا يستحق أنه ياخذ فرصة كاملة ليتم تقييمه أم أن الكتاب ينقرأ من عنوانه وقولوا لي إذا تشوفون أنه قدم أو ما قدم يعني اشرحوا لي قد أكون أنا قرايتي مش ولابد وأنتو الخير والبركة يتاج الرأس احتفال قوميز مع أصحاب الهمم هو أكثر ما شدني في المباراة غير تألق الحارس الرائع اللي بتكلم عنه وبقول لكم أحصائياته لفتة جميلة لفتة رائعة لفتة أكثر من رائعة من قوميز بعد تسجيله لهدف الهلال الأول راح واحتفل مع أصحاب الهمم وهذا شيء يحسب للصراحة وشيء إنساني وشيء جميل وشيء أكثر من رائع فرحهم وهم يحبونه وزاد حبهم له ما في شك على طريق قارديم بس عساس ما تكلم عنه مرة ثانية في هذه الحلقة خلنفرض أن قوميز سجل البلنتي الأخير في الدقيقة الأخيرة لو ما ضاع هذاك البلنتي راح يكون رائي هو رائي في قارديم أن اللاعبين يفوزون بمجهوداتهم الشخصية وليس بتكتيك المدرب هي وجهة نظر لا أكثر ولا أقل بالنسبة للجماهير اللي حضرت المباراة جماهير متواضعة جدا شفنا خلف حارس الهلال جمهور الهلال والرابطة قاعدين يشجعون الله أعطيهم الصحة والعافية وما قصروا تعنوا وحضروا ورايتهم بيضة والهلاليين دائما مع فريقهم أول بول فبيجانب أحزان الهلاليين على ضياع النقاط بهذه السهولة إلا أن من جهة أخرى الحزموية مستنسين وفرحانين لا ورائقين فيديو شفت لشباب على العشاء قاعدين يتعشون للأمانة ما أدري من أي جمهور بالضبط لكن الفرحة كانت كبيرة عندما أضاع قوميز ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة طبعا فيه كذا واحد كانوا لأم الضايقين بس الفرحة كانت هستيرية خلا نشوف قد يكون أكثر ما لفت انتباهي في هذه المباراة مليك عسلية حارس الحزم اللي فعلا كان فوق العادة وكان رائع طول المباراة وليس فقط عشان البلنتي الأخير مليك عسلة أمام الهلال صدى لركلة جزاء ثلاث تصديات وثلاث تصديات أخرى من تسديدات داخل منطقة الجزاء نادي الهلال في الدوري إلى الآن لعب ست مباريات بخلاف هذه المباراة طبعا ثلاث انتصارات ثلاث تعادلات صفر خساير من هالست مباريات اثني 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 اثنين فقط اكلين شت وهذا الهلال شك ولا الله قوميز قوميز أضاع ضربة جزاء في هذه المباراة تكلم عن الحزم التسديدات تسديدتين فقط طوال المباراة صناعة الفرص صفر صناعة فرص طوال المباراة إضاءة الفرص مرة واحدة التقييم 7.1 بالنسبة لموسى مريقا اللي إلى الآن من وجهة نظري منذ قدومه إلى الآن حتى وإن كان سجل مبهذاك اللاعب الفلتة مثل خلنقول كورنادو مثل تاليسكا صح نحن هذي لك صانعين ألعاب وهذا مهاجم لكن إلى الآن ما أرضاني كمشاهد وكمتابع موسى مريقا التسديدات في مباراة الحزم أربع تسديدات صناعة الفرص مرتين إضاءة فرص متاحة وسهلة مرتين التقييم 5.7 تخيل عزيزي المشاهد صالح الشهري السحري الرائع وكعادته دايما لما ينزل في نهاية المباريات يضع لمسته ويضع بصمته في المباراة دخل وتسبب ركلة جزاء وأضعها قوميز وصالح ورقة رابحة ومهمة جدا أتمنى أعطاه فرصة أكبر من كونه ينزل في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة أو 20 دقيقة بنتكلم أكثر وبأقول لكم مجريات المباراة وكيف نزلوا اللاعبين وكل اللي صار والأهداف والأمور هذه كلها لكن خلي أذكركم يا حباي بيوتاج راسي اللي يحب منه الحلقات توصل الله أول بول يشترك معنا في جروب التليجرام موجود في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أضغط على الرابط بدخلك مباشرة هناك نرسلكم الحلقات أول بول في حال ما وصلتكم الإشعارات من اليوتيوب بالنسبة للمسابقات دعوة مني لكل اللي يتابعني من مؤسسات شركات أفراد اللي حبي يدعمنا يحط لنا جوائز للمسابقات عندنا مسابقات توقع نتائج المباريات باستمرار من أول جولة في الدوري ومستمرين لنهاية الدوري بإذن الله تعالى وما بتقصرون معنا نبن فرح جماهيرنا اللي يعطيهم الصحة والعافية وهم يستاهلون كل خير أما بالنسبة للمسابقة اللي عندي حاليا فاللي حط لنا إياها مشكور وممنون والله يعطيه ألف صحة وعافية الشاعر الكبير الشاعر المبدع عبداللطيف بن قعوان اليامي اللي يعطيه الصحة والعافية حط لنا 500 ريال سعودي لتوقع نتيجة مبارات النصر السعودي أمام الوحدة الإماراتي كل المطلوب منك عزيزي المتابع والمشاهد تمسك جوالك تصور نفسك فيديو تتوقع نتيجة واضحة وصريحة مع ذكر اسم الفريقين وإرسال هذا الفيديو على الأرقام الضاهرة أمامكم على الشاشة وفي حال أنك توقعت النتيجة صح وجبتها صح راح تربح معنا 500 الشاعر عبداللطيف بن قعوان اليامي يلا يعطيه الصحة والعافية الشاعر الكشخة الفلتة الجزل المبدع والله الأكثر من رائع اللي أقول له شكرا من القلب على إيمانك فينا وعلى دعمنا وعلى أنك حطيت لنا هذه الجائزة وما نستغنى عن دعمك يا تاج الراس خلنا نتكلم عن المباراة والأحداث اللي صارت في المباراة وما في شيء كثير يذكر الصراحة الحزم والهلال انطلقت المباراة طبعا في ملعب الحزم انتهى الشوت الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي ما في أشياء كثيرة تذكر في الشوت الثاني نجح الفرنسي قوميز في إحراز الهدف الأول للأزرق في الدقيقة ثمانية وخمسين مع بداية الشوت الثاني ومثل ما قلت لكم راح واحتفل مع أصحاب الهمم باغت الحزم وتمكن من إحراز الهدف الأول له عن طريق ضربة جزاء سددها المغربي موحى ونجح في إحراز الهدف التعادل وأهدر قوميز فرصة إضافة الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة سبعة وتسعين قبل نهاية المباراة بثواني بعد إهداره لركلة الجزاء ليصبح رصيد الأزرق بعد التعادل 12 نقطة في المركز الرابع بينما أصبح رصيد الحزم 9 نقاط في المركز الثامن كلام حول بلنتيات للهلال ما عرف الصراحة بحط لكم اللقطات والحكم لكم اكتبو لنا في التعليقات في أسفل الفيديو اللقطة الأولى كانت في الدقيقة التاسعة تشوفونها أمامكم على الشاشة مشاهدين الكرام من وجهة نظركم هل تستحق أن تحسب كركلة جزاء أم لا أما بالنسبة لركلة الجزاء الثانية في الدقيقة السبعة وأربعين أيضا قاعدين تشوفونها أمامكم على الشاشة اكتبوا لي في التعليقات في أسفل الفيديو إذا كنت تعتقدون أنها ركلة جزاء أم ليست ركلة جزاء وبغض النظر بغض النظر إذا أنك ما قدرت تفوز بمجهودك فلا تقول أن الحكم ضيع عليه الفوز بعدم احتساب لركلات الجزاء لا الفريق القوي الفريق المتمكن هو مجهودة يفوز ويسجل الأهداف وهذا الشيء ما شفناه مع قارديم إلى الآن منذ تدريبة نادي الهلال بالنسبة للإحصائيات في هذه المباراة المباراة الهلال والحزم يا تاج راسي الاستحواذ كان للحزم 34% وكان للهلال 66% التسديدات 5 للحزم 14 للهلال التسديدات على المرمى 1 للحزم 4 للهلال التسديدات من خارج المرمى الحزم 3 الهلال 7 بطاقات صفراء الحزم 4 الهلال 2 ما شفنا الهلال ما شفت الهلال اللي توقعت أشوفه كنت أنتظر الهلال أجمل لكن للأسف ما طلع بالمستوى اللي كنا ننتظره إن شاء الله التعويض في القادم ويوقف الهلال استنزاف النقاط بهذه الطريقة الهلال فريق كبير الهلال فريق بطولات الهلال فريق يعرف ويجيد كيف يتعامل مع باقي الفرق في جميع البطولات بالتوفيق الهلال بالتوفيق للحزم اللي كان رائع وأكثر من رائع يعني نقطة للفريقين وكل خير وبركة وهارد لك لهم اثنيناتهم الحزم الصراحة كان نت قوي جدا جدا وهذه عادت أمام الهلال والهلال ضيع نقطتين أيضا فأقول هارد لك للجميع لكم كلكم يا تاج راسي الحب والتقدير والاحترام لا تنسوني من صالح دعائكم شوفكم على خير اشتركوا في القناة